احنا زي ما قلنا فيه مفاهيم كتير غلط عن التغذية احنا مش فاهمين احنا يعني او اي حاجة بقدامي بكلها هل ده فعلا صح اي حاجة اصرابها المهم ان انا مش ممنوع من اي حاجة فباكل كل حاجة لا عايزين نفهم بقى كده واحدة واحدة المفاهيم الغلط اللي احنا فاهمنا المفهوم الغلط عن التغذية ولو شملناها يعني خدنا التغذية والتخسيس اول حاجة انا ممكن قلتالها دلوقتي ان انا امنع عنصر يعني انا عايز اخس فانا شايف ان انا الرز والعيش ده انا همنعه خالص ما دي اكتر حاجة بتتخن فانا بحط في المين هو ده اول جملة زي ما حدك قلت دي اكتر حاجة بتتخن هي مفيش حاجة اسمها اكتر حاجة بتتخن واكتر حاجة بتخسس لا هي القصة كلها احنا لازم نعمل حاجة متوازن ممكن يكون جسمي منوع اللي باستفيد منها شوات بسرعة اه بس ما منعهاش يعني ما قفلش على جزء الكرب خالص ممكن اغيرها بصورة تانية اخدها بشكل معقد اكتر هتبقى في جسمي بكمية قليلة لكن جسمي بستفيد منها تمام خلي بالك نتفي برضو على نقطة تانية اغلب العناصر كلها لما بتيجي تتخش جسمي بتخش معدتي بتتكسر وتتحلل وتوصل لسعرات حرارية في الاخر المجمل بيديني طاقة طاقة دي بتبقى موجودة في الجسم مخزنة منتظرة انها تستخدم المجمل بتاع الموضوع ان انا عندي كل العناصر في الاخر بتخش جسمي نطلع في الاخر ناتج واحد اللي هو الطاقة فكلهم شبه بعض بالنسبالي يعني انا لو انا شيلت الناشويات وكلت بروتين كتير ما هيدينا نفس الفكرة في الاخر لو شيلت البروتين وكلت فتس كتير دهون كتير هدينا نفس العناصر في الاخر فالفيت في الاخر واحد الموصر واحد في الاخر الفكرة بس انا جسمي من ان ينوع بيزيد بسرعة من دهون ولا بيزيد بسرعة من ناشويات وإيه اللي قالل منه وإيه اللي أكثر منه دي الزبط اللي مفروض بمثبوطها بس لكن أنا مش ممنوع من حاجة ما نفعش أحرم نفسي من حاجة وده مستو بمنطقة البساطة في الاستمرارية أنا ممكن دلوقتي أمع ناشويات خالص وأعود شهر وشهرين ودينها تبقى كويسة وانزل فعلا من جسمي يفرق طب بعد كده هعمل ايه أغلب الحالات وممكن 90% من الحالات بيرجع بشراه ويلاحظ في زيادة عالية جدا في الواقع أنا محروم منها بأباني كثير وخصوصا أنه بيهوصل لمرحلة الانقطاع أنا بأفل أنا ما بأخدش أي نوع من ناشويات أنا بأفل على السكريات خالص طب إيه المانا أن أنا أخد سكر معلقتين سكر في اليوم ويتوزعوا إيه اللي الصعب في الموضوع فهو الاعتدال هو المطلوب ولو اتنقلنا من المفاهيم الخطأ التخزي نروح لمفاهيم الخطأ عن النزول أو التخزيس فيه ناس كتير تقولك أنا أشرب مية سخنة الصبح مية سخنة بلمون أيوة كويس وده مش غلط بس أنا بأشربه ليه عشان أخس لا أنا آسف هقولك دهون الجسمي دهون حية دهون صحية دهون بتتغزة دهون بتتنفس مش هتروح بمية سخنة هي مش هتسيح تمام دي نقطة تاني نقطة المية اللي أنا بأشربها بتروح فين بتروح على معدتي ما بتروحش على دهون ولما توصل لمعدتي بتتعادل درجة حالية تبقى عادية فكنا أن هي تتبقى سخنة أو مش سخنة مش فرق فهي بتخش الجسمي بتتعادل درجة حالية جسم لو قلنا إضافة اللمون آه ما فيش مشكلة إضافة اللمون هو عنصر بيحسن أو عنصر حارط ولكن مش هو الأمل اللي هتخليني أخص بسرعة يعني مش دي اللي تخليني أنزي ده أكتر معتقد من المعتقدات أنا متأكد ماشي عليها أن أنا أصحى الصفحة كباية المية بلمون دي دي حقيقة بتعمل المفعور رهيب وده خطأ شائع جدا وبمنطقة البساطة لو حد عنده مريض جدار المعدة بتاعه تعبان شوية أو فيه هستوري القرح قديم أو حاجة دخلت في مشكلة كبيرة صحيح النقطة تانية من ضمن النقطة أمنع أكل أو أقف وجبة كاملة مثلا أو أمنع أخذ وجبة حسنا في اليوم من ضمن المشاكل